بكرة الأهلي يواجه العين الإماراتي الأهلي لسه فيز على الزمالك العين الإماراتي لسه الهلال السعودي فايز عليه خسر من الهلال 5 بالضبط مواجهة الأهلي والعين الإماراتي بكرة مواجهة سهلة للأهلي ولا صعب؟ لا طبعا لكن الأهلي يمثال جميزات يعني عنده عمق في البطولات الدولية والنهارده هنا نكريز وقبل ما يجل حضرك المدير الفني للعين الإماراتي بطل اسيا اللي فاز على الهلال والنصر في الموسم الماضي السيم الفاينل والفاينل وهم مدججين بنجوم غوالي يعني وبالتالي هو كمان عنده 16 محترف غير اللعيب المواطنين لكنه اكد انها بطولة ثقيلة لكن سنلعبها وانا واللعبين سنزهوا امام اهلنا واحفادنا ان احنا لعبنا الانتركنتيننتل مما وجهنا قبل كده مباريات كبرى هو عامل حساب النادي الاهلي لكن اهل جئت اللي اقدم يعني نموذج لنادي العين وهو وصفية الرحيم النجم المغربي ممثل العين يعني واحد اوراقه الرابحة جدا جدا طبعا وبالتالي الماتشي يعني الاهلي هو جابه ب3 جوين تقريبا من الاربعة بالزبط هاتف كل ما يملكه الاهلي من تفوق هو هذا العمق في البطولات العالمية مش بس القرية كاس العالم لاكثر من مرة اربع برونزيات كاس العالم الانتركنتيننت البطولة كانت قد بدأت قبل كاس العالم ثم توقفت لعدم وجود رعاوة قد عادت مرة اخرى وبالتالي الاهلي ربما يمتلك بسبب الجمهور والعمق اللي بقول حضرك من الخبرات عشرة في المية اضافية يعني ستين اربعين ما دون ذلك اشتركوا في القناة